اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المكاوكا مثلا عشان محمد من مكة مثلا لا فده افتر علينا وسمينا نصارى وإحنا مش نصارى إحنا مسيحيين واسم المسيح دعي علينا فإحنا اسمنا مسيحيين صح لكن خلينا نشوف كمان من الكرآن الايه في صورة المائدة 73 بيقول ايه قد كفر الذين قالوا أن الله صالي الثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا من ينتهى عما يقولون إلى آخر الآية هو بيقول قد كفر الذين قالوا أن الله صالي الثلاثة هل احنا بيقول الله صالي الثلاثة هادي واحد اتنين وهادي الله ثلاثة وبعدين طبعا إحنا نقوم بالثلاثة بس مش اللي بيقوله القرآن الله ومريم وتجوز وخلف والله ثلاثة ده في طرق كبير جدا احنا لا نقول الله ثلاثة نحن نقول إله واحد نقول باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين هو لا جاب سيرة الآب ولا الروح القدس وابن الله سميه ولد وابن لغبة الدنيا وقال إيه كفر الذين أقلوا ثلاثة ثلاثة مش علينا احنا بقش تلاثة ثلاثة وكمان يا مارينة أنا كمن خلفية إسلامية بقى أسيب كله هو الله وأحد وخش على أبو ثلاثة يعني بالمنطق كده احنا أسيب كله هو الله وأحد وخش على أبو ثلاثة لا وإحنا هنوه بالثلاثة قليها ليه يعني إله واحد مش مكفينا يعني أنا عارفة يعني مجانين مثلا هنوه بالثلاثة مثلا مثلا وقول لي اللافت نظر هنا وإن لم ينتهوا آه خلي بالكم آه أمل مصودانكم لا وإن لم ينتهوا عما يقولون يامسن الذين كفروا منهم عذاب قالين ولا عذاب ولا كلنا من زي الفل أو زي أولا زي الفل إحنا زي الفل ثانيا إحنا ما بنقولش ثلاثة ثلاثة إطلاقا ولا ثلث ثلاثة ولا ثلث ثلاثة ثلث ثلاثة يعني الله ثالث واحد في الثلاثة يعني الله إله وفيه اتنين تانين هو الثالث آه هنشوف بقى إيه اللي اتنين التانين مين ماشي في الماء دا مايو 16 وإس قال الله يا عيسى بن مري أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله كده عيسى قال سبحانك ما يكون لي إن أقول ما ليس ليه بحق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العلام الغيوب أنا عيسى بصراحة ياخد الدكتوراه في الرد نمره واحد ما فيش حاجة يسمى عيسى عندنا فيش يهود يسمى عيسى أصلا آه وليه عيسى وليه يغير اسمه يعني هو نسميه طريق مثلا لأن اسم يسوع ليه معنى لو المسلم عارف يعني إيه يسوع يدور في يسوع ليه معنى الله يخلص طب أنت إبراهيم ما غيرتش اسمه وإبراهيم إسماعجامي إسحاق ما غيرتش اسمه إسماعيل كل دي مش أسامي عربية ما غيرتش اسميها جيت عندي يسوع جيت عن يسوع وتغيروا ليه فيه ثلاثة غير اسميهم خلي بالك ثلاثة مهمين يحيا أيوة يحنا راح سميه يحيا ويونان راح سميه يونس ويسوع سميه عيسى ده غير طبعا حطلنا شوية أسامي كده اللي يسعى ما نعرفوش ده اللي هو اللي يسعى اللي يسعى ما علش بقى الدنيا يعني لسعى ربعية كانت مكسورة الربعية كانت مكسورة وإس قال الله يا عيسى ابن مريم عيسى يسوع يعني إيه الله يخلص عيسى معناه إيه معناه إيه اللي تأدبت ماء الفحل ماء الفحل يعني في المعجم يعني يعني اللي هو الحيوانات المنوية بتاعة الفحل وإس قال الله يا عيسى ابن مريم برضو بيقولي ابن مريم شفايدة فيه ابن مريم يبقى إيه لا تسمى العرب لا يسمون أسماء إيه البنات ما يطلعهاش في الحرائر ما يقولوش أسمهم على الملأ يقولوا أسماء الإيماء لكن الحرائر لأ ولما يقولوا يا ابني فلانة يعني يعني يكنوا عن يكنوا عنها بإيه بيقولها يا أم محمد مثلا يا أم شرفا الحجة كده الحرم فلان ما يقولوش اسمها قبل لأنني ده بتزال وفي نفس الوقت ليه ابن مريم ليه ما تقولش ليه ما تقول عيسى يا عيسى وخلاص لازم يقول إيه يا ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني يا أمي إلهاني عندي سؤال أين قال النصارى خليها النصارى أين قال النصارى أني مريم إلهة من دون الله ومن دون الله كمان يعني فيه كمان حاجة هو بيقولك إن الكلام ده يحسن إمتى يا فرحة يوم القيامة يعني يوم الأيام أنا مثلا هاجي هسأني استنى اليوم الأيام لا استنى أنا هاجي قدام ربنا فربنا يقول لي مرينا وانتي كنت بتعبد عيسى وامه ليه قل له هو اللي قال لي يقول لي تب استنى ما يجيب عيسى تعال يا عيسى وأنت قل له قلت له ده ممكن ده أنا تخال ده حوار ده ربنا يعني أنا قدام ربنا هاجيزب يعني مثلا فيه حد هيجزب قدام ربنا يقدر يجزب أسلام وهو هو يعني خلاص مش مصدق مش مصدق ربنا فبيكيب حد يقول له طب هما قالش اه مش مصدق نفسه مش مصدق نفسه أنا قلت عيسى انت قلت انت قلت يقول له لا ما قلتش يقول له شفت بقى بعدين يقول يشاهد عيسى على الناس اللي بتجزب وتقول عيسى قال الكلام نفاضي ده وفي حضرة الله ما حدش يقدر يتكلم خلاص كل شيء مكشوف انت بين عزرة ياه الانسان وكل شيء مكشوف أمامه خلاص وأمامنا يعني فيه حاجة سمعها أنا حروح أسأل عيسى اه انت عيسى قلت للناس تخزونه واصلا مفيش حد قال ان مريم إله اصلا كمان يعني ده في طرق على النصارى في ابن كسيد اه يعني ايه قلت قال الله يا عيسى ابن مريم اه انت قلت للناس تخزوني وامي الهين قلصة انا حطى الآية تحت المجر احطيها اه وامي الهين ركزي اه بركز وامي الهين من دون الله لا يا فندم انا ما قلتش بيقول يا عيسى انت قلت للناس يعني الجمع كله امي الهين من دون الله ما فيش حد بيقول ان مريم إله اطلاقا اطلاقا انتي حتى فيه تميمة في الكنيسة يقولي ايه يا مريم العبدة افراحي يا مريم العبدة والكتاب المكدس بتقولها انا امت الله امت الرب والكنيسة يعني هنقول ايه في الكتاب هي بتقول انا امت الله طب انا بقى انا شاهدة على الكنيسة بيرنموا ترميمة افراحي يا مريم يا عبدة طبعا بعدين بصي بيقولك ايه انت كل الناس اتخذوني وامي الهين من دون الله يعني الله نركنه على الجنب نحطه على الرف اه يعني احنا عارفين ان فيه ربنا بس حطينه على الرف اركن وخد عيسى ومريم امه من دون من دون الله من دون الله اه لو انا في الموضوح مشيها لا خلوني معاكم خلوني معاكم كده برضو شركة كده قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس بحق مش من حق ان انا اقول ده عيسى اللي بيرد علي ان كنته كنته فقد اعلمته يا خد بقولك دكتوراه تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت العلم الغيوب بما انه هو علم الغيوب ليه بيسأل رايح يسأل عيسى مهمة بيقوللك عشان قلدي شهادة للناس اللي هتقوله عيسى اللي قال لنا عيسى اللي قال لنا يعني انا هجزب علي ربنا لا وغير كده هو عيسى هيقول كده هو عيسى مش هيقول فهو مهمة بيقولوله هو اللي قال لنا فهيروح يقول لهم تعال انا هوركه هو ما قالش ولا حاجة طب يعني انا هجزب يعني انا قدام ربنا اقوله هو اللي قال لنا انا يعني بجزب هبقى كزامة ضابل يعني ضابل وانا في الارض وانا في السماء هو اللي قال لنا فهيروح جايبه مش ههيده عن الناس يعني هل ده يعني حوار أطفال أفكار طفولية جدا سطحية وطفولية جدا عنا الله تعالى نشوف آية كمان من الافتراءات اللي بيفتريها على المسيحيين في صورة الجن ثلاثة بيقول إيه وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد صاحبة ولد يعني أنا جنس صاحبة ولد هل ممكن أنت تفكر فيه ناس تفكر إن ربنا تجوز وخلف عند صاحبة صاحبة يعني صاحبة زوجة وانا مسلمة كنا مفكرين كان اتنقلت لنا الصورة إنكم بتقولوا إن ربنا اتجوز وخلف يعني فستحيل الله روح يعني الله روح راها يتجوز تقريبا أنا قلتها في اختبار يا مارينة إن أنا يعني كان عجبني الإنجيل قوي وأنا صغيرة فبس جيت على موضوع المسيح وابن الله وبتاع فطبعا قمت عاملة إيه خلطت خلطت كده اللي موجود في القرآن قلت أستاذ الله العظيم لا 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 بس أنا مقبلش إن ربنا يتجوز ويخلف فشوفي المسلم دماغه راحة فين هو قدري يحول المسلم على إنه يشوف الآخر يعني مستحيل مجنون أيوة إن زي والحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الإسلام بس كده بالكذب بالكذب هتعرف يا مسلم إن الإسلام بيقول حاجات ضد المسيحيين خليني نشوف كمان تفسير ابن كسير بيقول إيه في تعالى جد ربنا طبعا جد دي معروفة جد يعني يعني الجد هو أب الأب فيقول لنا كده في تفسير ابن كسير عن ابن عباس قال الجد أب ولو علمت الجن أن في الإنس جدا ما قالوا تعالى جد ربنا فهذا إسناد جيد ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام ولعله قد سقط شيء والله أعلم يعني هم لما يقولوا تعالى جد ربنا طبعا أنا كمسيحي أقول لك عندهم جد عندهم جده يعني إلههم إله المسلمين عنده جد فابن عباس قال لك ما هل جد أب بس الجن ما تعرفش قال إيه إن في الإنس عندهم بس يقول لك لو علمت الجن أن في الإنس جدا ما قالوا تعالى جد ربنا يعني أنا صدق كده يعني الجن ما يعرفوش البناء أدمين إن فيه أب و أمه و جد و أبنه ما يعرفوش الحاجات زي طيب افرض الجن ما يعرفوش إنت تكتبها في القرآن ليه الله يكتبها ليه ينقل كلام الجن ليه أصلا الجن عارف يجيب آية قرآنية ها قالوا جد ربنا قالوا هم قالوا تعالى جد ربنا ما اتأخذ أصحابة ولا ولد أصلا مكتوبة غلط ابن عباس يقول لك لعله سقط أشاقي يعني هو أشاكك إن الرأيدي فيه أمكان الكاتب كان ناقش وحط الجيد وكمان بيفترع علينا إن الله عنده صحبة طبعا وعنده ولد رماها هو ده كلام الله ولا عنده صحبة ولا عنده ولد بالزبط نيجي في سورة المائدة 72 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن ماريه وقال المسيح يا بني إسرائيل عبدوا الله ربي وربكم إنه من يشك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما أواه النار وما الظالمين من أنصار كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن ماريه أنت بتقولين الله هو المسيح؟ لا أنا أقول المسيح هو الله بالزبط الله ظهر في الجسد ليه لأن أنا لو قلت الله هو المسيح يبقى الله هو المسيح يعني عنده ويدين ورجلين ويشو وكده بالزبط نسوت ده المسيح هو كده يبقى هو ده بس الإله كده الإله كده الناسوت هل محمد ما يعرفش إن فيه حاجة اسمها؟ إليه ما يعرفش حاجة نسوت ولا هوت؟ ما يعرفش أنا يعرف من إيه هل إحنا بنقول إن يسوع لوحده كده لوحده هو الله؟ لا المسيح هو الله الظهر في الجسد هو كلمة الله هو اللوجس هو عقل الله الناطق هو نطق الله العاقل فالمسيح هو الله اختخذ جسدن الكلمة صار جسدا صار جسدا خلاص فإذن الله الآية نفسها غلط إن الله هو المسيح ابن مريم دي آية غلط يا جماعة إحنا بنقول في نسوت ولهوت اللهوت اتخذ الله اتخذ جسدا وبعدين في آية كمان في سورة البقرة 13 بتقول إيه وقالت اليهود ليست النصار على شيء وقالت النصار ليست اليهود على شيء وهم يتلد الكتاب كذلك قال الذين لا يعملون لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كان وفيه يختلفون هو بيقول قالت اليهود ليست النصار على شيء يعني اليهود بيقولوا لا المسيحين دولة هم بيقولوا نصار أصلا هم غير معترفين بالمسيح لا هم بيعترفوا بالمسيح بس مش بيعترفوا أن يسوع هو المسيح أنا أقصد كده وقالت النصار ليست اليهود على شيء هل إحنا بنقول اليهود ليست على شيء؟ لا بدليل الكتاب المقدس كتابنا هو كتاب اليهود جنب الإنجيل ما أنا أقدرش نستغنى عنه كتاب اليهود كله بيتكلم عن المسيح فالكتاب ده جنب الكتاب ده وإحنا لا بنكفر اليهود ولا بنقول لهم ليس على شيء ولا حاجة لأنه هو ربنا استأمنهم على الكلمة على الكلمة وربنا مش رفتهم لأنه في آخر الزمان هم جايين ومنهم كل الأنبياء ومنهم الرسل ومنهم المسيح تصوري أنا لما أقول للمسلم المسيح يهودي بيتفاجئ بيتخض أقول له صاف الله العظيم أقول له مريم يهودية يتخض كل الأنبياء يهودي يا ابني من بني إسرائيل فهو يعني كره الكرآن حطه والأفكار الشريرة تجاه المسيحيين علشان ما تفكرش ما تفكرش الدليل يا مارينا إن إحنا ما بنقولش ليست اليهود علش أيها إن العهد القديم معنا صح كتاب المقدس ليه وليلي كان أكتر من 360 نبوءة عن المسيح الناس اللي بيقولوا إن اليهود بيحرفوا طيب النبوءات اللي جاي على المسيح موجودة ومازالت الغين دلوقتي لو المسلم يعني تسمعني وتروح لإنجيل متة هتلاقي إنجيل متة بيستشهد بالعهد القديم كما هو مكتوب كما هو قائل بالنبي القائد كما هو مكتوب كما هو مكتوب يعني بيستشهد بالعهد القديم على الكلام أنا أجيل التاني على فكرة بتستشهد بس بشكل معين أيوة يعني إنجيل متة مكتوب لليهود مكتوب لليهود فبيروح جاي بالنبوات يخاطب اليهود جاي بالنبوات ويستشهد بيها صحيح فإزاي تقول إن قالت النصارى اليهود ديست على شيء زي عشان هوا يقول لك إيه أه بست إحنا بقى الإسلام هم مختلفين أهو سإحنا بقى الموحي إحنا إيه بنعترف بكل الأنبياء بنعترف بكل الكتب بنعترف بكل مش عارفة إيه أي كلام طبعا ولا بيعترفوا ولا حاجة لا 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 أمن الرسول زلالية والمؤمنين كلهم أمنوا بكتبه ورسل ولا في حاجة من دي فين الكتب دي لأ مفيش موسى بس من غير كتاب طارت في الهوى موسى من غير كتاب ويسوى إيه ولا حاجة واحد جوا مات أه فين كتاب موسى عندك لأ مفيش ولا كتاب عندك فين كتاب داود مفيش فين كتاب سليمان فين كتاب فين كتب سليمان فين الإنجيل عندك ولا عنده حاجة خالص أمن بس من الإنجيل أه كده اسم develop Di أولي أنا بigmatون بالقرآن بس ميليش دعوا بي قد ويبل ملكشي إ Tang أنا كده بAK منه أنا با当 أه بأمن بمحمد بس مينش دعوا بيه بشرى عن وحمد كده بأمون. كلام فاضي. إيمان الشياطين. لأن الشيطان عارف يعني فيه توراة وفيه موسى وفيه إنجيل وفيه داود وفيه كل حاجة. إيمان المسلم زي إيمان الشيطان. طيب فرحة يعني بعد ما شوفنا إفتراءات محمد على المسيحيين إحنا دلوقتي بندعو المسلم أنه يحط كلك آيات اللي إحنا جبناها النهاردة تحت المجهر ويفكر ليه كذب عليك؟ هو بيكذب عليك ويفتري على المسيحيين لي عشان إنت لو أريد وفهمت هتعرف إنه كذب وتعرف الحقيقة. فتابعونا ونلتقي بيكم في حلقة القادمة والإسلام تحت المجهر وإلى اللقاء.